مباحثة مع رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام قام بها رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة بالرباط اللقاء شكل مناسبة للتباحث حول سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التوقيع اليوم على هذا البيان المشترك هو بداية العمل من أجل التوقيع في القريب العاجل إن شاء الله حينما تتم زيارة مواتة ليلة بولونيا حول شراكة حقيقية بين مجلس الشيوخ البولندي ومجلس المستشارين وفي العموم فإن المحدثة تطرقت كذلك إلى كيفية تقوية علاقات اقتصادية وكذلك اهتمام الكبير فيما يخص القضايا الراهنة والمتعلقة أساساً بما يجري في الساحل من تطورات خطيرة التي تهدد الأمن والسلم العالميين وستفتح هذه الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الشيوخ البولوني للمملكة المغربية أفاقاً جديدة للتعاون على المستوى الاقتصادي عبر خلق منتديات اقتصادية لجلب المستثمرين وتحفيز الطاقة الواعدة في البلدين نظراً لأهمية العلاقات البولونية المغربية المتميزة على جميع المستويات